لأول مرة في التاريخ وافقت اللجنة الاستشارية في المركز الطبي الصحي الأمريكي على إجراء الأبحاث الجينية من خلال تقنية كروسبر أو كاس ناين في علاج السرطان شو هي هذه التقنية؟ هذه التقنية استخلصناها من الطبيعة من الملاحظة أن في أنواع معينة من البكتيريا مجرد ما تنعدي أو يتم وهاجمتها من قبل فيروسات معينة عندها تقنية تبدأ تغير جينات هذا الفيروس أنه ما يقدر يقضي على البكتيريا ومس بس هذا أن البكتيريا تكون عندها ذاكرة مثبتة تكون موجودة في حال أنه تم وهاجمتها بنفس البكتيريا بنفس الفيروس تقدر تقضي عليه بنفس التقنية واليوم الحمد لله الله سبحانه وتعالى فتح على العلماء بالمعرفة أنه قدرنا نستخدم هذه التقنية بجودة عالية ولما نتكلم عن تقنية تغيير الجيني أو الهندسة الجينية وخاصة مع كريسبر هذا يعطينا أمل كبير بالعلاج المثمر بأقل الأضرار هذه التقنية تمكن العلماء بتغيير الجينة بدون ما تتغير أي أجزاء ثانية في الجينة كلها وهذا اللي يخلي كثير من العلماء اليوم يستشرفون المستقبل بأمل كبير بعلاج حتى أنواع شديدة من السرطان وبتقنية بسيطة وممكن هذه التقنية ما تاخذ أكثر من ستة شهور بالعلاج الجذري للسرطان بدون أي مواد كيموية أو حتى إشعاعات للانتهاء من هذا النوع من السرطان وطبعا هذه التقنية مجرد ما أن يكون عندنا دقة كبيرة للعلاج بالهندسة الجينية يفتح لنا أمل كبير لكثير من أنواع الأمراض الوراثية وبالأخص الأمراض الوراثية النادرة نحن اليوم نقدر بتقنية عالية نختار الجينات المحددة للطفل حتى قبل ولاته وهذه التقنية بتخلينا نضمن جودة عالية من الأنسجة البشرية في هذا الطفل بأقل ضرر من الصفات الوراثية اللي ممكن يورثها من أحد الوالدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة